السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم انا كريمان ودي قناتي لتعليم فنون الكروشي والتريكو لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلوك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض بلوفر تريكو بناتي انا هشتغلوا لسن ست سنوات ولكن هقول لكم كمان ازاي تحسبوا عدد الغرز لو عايزين تكبروا المقاس او تشتغلوا مقاس حريمي البلوفر انا هستخدم له خيط لندن الخيط بتاعنا عبارة عن آآ فايبر كده مبروم مش فتل آآ زي خيط اللي متعودين عليها انا عجبني لانه حسيته انه آآ خيط شتوي آآ وفتلته بتدفي آآ زي الفايبر بنستخدم له ابرة من مقاس اربعة ونص لمقاس خمسة من مقاس اربعة ونص لمقاس ستة ولكن انا هستخدم ابرة لمقاس اربعة عشان حبا ان آآ المسان بتاعة البلوفر تكون مقفولة ويكون بيدفي اكتر حاجة آآ فهستخدم ابرة مقاس اربعة ميلي وهحتاج دبابيس علامات وكمان هحتاج تلات زراير ولكن الزراير هشتريها بعد ما اشتغل العراوي بتاعة البلوفر عشان آآ تكون على وسع العروة لانه طبعا اختلاف الخيوط حتى لو بنستقبل بنعمل العروة بنفس الطريقة آآ ممكن آآ مع اختلاف الخيوط والابرة العراوي تطلع وسعها مختلف انا هستخدم ميتين جرام من الخيط الابيض ومية جرام من الخيط الاسود هنبدأ كده نرسم كروكي بسيط للبلوفر عشان اوريكو شكله هيكون عامل ازاي البلوفر بتاعنا عبارة عن آآ جاكت مفتوح من قدام وفي النص في مرض وطبعا في غرزة بليسية تحت بالنسبة لحردة السدر بتكون حردة بشكل سبعة بنحرض وبعد كده بنشتغل بشكل مستقيم لمسايفة برضو بالشكل ده كده ومع مدناش حردة آآ اكمام ده بيكون المرض اللي في النص واما الكومة بشتغله بشكل منفصل وبعد كده بخيطه بالنسبة لي الجزء ده كده انا هشتغله الوش مع الضهر قطعة واحدة بالشكل ده وطبعا انتو لو تحبوا تقدروا تشتغلوا الوش الوحده كل جنب من الوش الوحده والدهر الوحده ولكن انا حسيت ان لو اشتغلتوا كله مع بعضه في ناس بالنسبة لها افضل ان هما ما يخيطوش في الجوانب فهنبدأ ببليسي وهنشتغل لمسافة الوش مع الضهر بعد كده هنبدأ بقى لما نحب نحرد هنفصل الجنبين عن الضهر وهيبقى كل جزء فيهم هيتشغل لوحده خصوصا كمان لما نوصل لمنطقة فتحة الدراعات انا هبدأ فتحة الدراعات مع الحردة بتاعة السدر اما الجزء ده كله فانا هشتغله بشكل متصل وبعد كده هبدأ افصل الجنبين عن الضهر البلوفر بتاعنا هشتغله لسن من ست لسبع سنوات هشتغل ستين غرزة للوش وستين غرزة للضهر وهشرح بالتفصيل ازاي نكبر المقاس للبلوفر لو عايزين نشتغله لمقاس حريمه طبعا في كمان في النص المرد بتاع البلوفر المرد ده بيبقى طبقتين فبنحتاج ان احنا نعمل عدد غرز المرد مرتين مش مرة واحدة المرد بتاعنا هيكون ثمن غرز ثمن غرز هنضيف كمان ثمن غرز للوش عشان الطبقة التانية للمرد دي يعني ثمن غرز هيكونوا من ستين غرزة وهنضيف كمان ثمن غرز آآ للستين غرزة اللي هو الطبقة التانية بتاعت المرد لان المرد بيكون جزء بيتخيط فيه زراير وجزء عراوي فبيبقى طبقتين طبقة منهم بتكون من ضمن ستين غرزة والطبقة التانية احنا بنضيفها يعني عدد غرز الوش بيكون تمانية وستين غرزة آآ مش ستين غرزة زي الضهر طبعا انا هشرح لكم ازاي تشرحه آآ ازاي تحسابه عدد الغرز اجمالي عدد الغرز هو تمانية وستين غرزة وستين غرزة بتوع الضهر يبقى مية تمانية وعشرين غرزة ده العدد اللي انا هبدأ به بتاعي من تحت مية تمانية وعشرين غرزة ده عبارة عن الجنبين والضهر ستين غرزة للضهر واربعة وثلاثين غرزة يمين واربعة وثلاثين غرزة شمال ليه اربعة وثلاثين غرزة آآ لان التمن غرز اللي احنا ضفناهم بينضف آآ نصهم آآ للجزء اليمين ونصهم للجزء الشمالي وطبعا اصلا في من الثلاثين غرزة في اربع غرز تانيين بيبقوا آآ من المرض الاساسي ازاي بقى هنحسب آآ عدد الغرز لو احنا بنغير المقاس او بنشتغل لاي بلوفر آآ او لاي مقاس تاني حتى لو مقاس دوت آآ مقاس حريمي كبير مش اطفال بالنسبة لي اول حاجة لازم اشتغل عينة العينة دي مسلا هتكون عبارة عن عشرين غرزة مش شرط عشرين غرزة يعني ممكن يبقوا ستة عشر غرزة ولكن يسمح لي ان انا اقيس عدد غرز في منتصف العينة بقيس عشر غرز في منتصف العينة ما يبدأوش من بدايتها او يوصلوا لنهايتها مسلا اعملوا معايا ستة سنتي او يطلعوا معايكو زي ما يطلعوا بس المهم ان العينة دي تكون مشغولة بنفس الابرة ونفس الغرزة ونفس الخيط اللي هنعمل منه البقى عشان تدينا مقايس مزبوطة العشر غرز دول عطونا ستة سنتي وهنجيب عندنا اي قطعة شتوية المفضلة انها تكون شتوية عشان برضو تكون فيها الوسعة اللي احنا بنحتاجه للهدوم الشتوية بناخد مقاس الوش برضو بالمسطرة او بالمزهورة يعني بنقلب البلوفر على ظهره ونقيس كده الظهر عامل قد ايه وطبعا البلوفر دي يكون مزبوطة علينا طلعا مثلا اربعين سنتي بحط السنتي تحت السنتي اللي انا نقسته وبابا عايز اعرف عدد الغرز اللي انا هشتغلها عشان اعمل المقاس اللي هو اربعين سنتي ده بضرب او بعمل زي مقاس بضرب الرقمين المعلومين في بعض في البسط والرقم اللي وصود الرقم المجهول في المقوم يعني بضرب عشرة فاربعين وبقسمهم على الستة يعني ربعمية على ستة هعملها على الايه للحسبة طلع معايا ستة وستين غرزة يبقى انا عشان اعمل اربعين سنتي احتاج ستة وستين غرزة طبعا المعادلة دي تقدروا تنفزوها على اي مقاس عندكم اي بلوفر او اي حاجة سواء اطفال او كبار المهم ان احنا نشتغل العينة بالقبرة والغرزة والخيط اللي هنشتغل منه البلوفر عشان تدينا مقاس مزبوطة يبقى دلوقتي انا هبدأ مية تمانية وعشرين غرزة في حاجة بس نسيت اقولكو عليها ان احنا بنضيف غرزتين للحفة يعني غرزتين بس وزفتهم ان هما يزبطوا الطروف الشغل ولكن هما بيدوش معانا اي وسع خالص هما غرزتين بيتشغلوا على الحروف يعني المية تمانية عشرين غرزة هتضفلهم غرزتين كمان هيبقوا مية وتلاتين غرزة طبعا لو بنشتغل كل جزء الواحد وبضيف لكل جزء غرزتين هبدأ اعمل غرز البلوفر مية وتلاتين غرزة غرز البداية بعملها على صمرتين سوا عشان تكون واسعة شوية وفي نفس الوقت لما اجي اشتغل السطر الاول يكون سهل علي والبلوفر ما يكونش مجدود من تحت بعمل الاول عدد لفات بعدد الغرز على الصنورتين يعني هعمل مية وتلاتين لفة او اعمل لفات بنص عدد الغرز وبعد كده اجوز الخيط يعني انا عندي مية وتلاتين غرزة ممكن اعمل خمسة وستين لفة وبعد كده اضعف الخيط اللي اعمل الخمسة وستين لفة حسنا حكمل بقى باقي اللي فات وهرجع لكم مرة تانية كده انا عملت اللفات بتاعة البلوفر مية وتلاتين لفة هعلم الخيط وبعد كده هفك اللفات من على الابرة دي كمية الخيط اللي انا محتاجاها عشان اعمل المية وتلاتين غرزة هشتغل برضو على الصنارتين سوا بياخد لفة كده على ايدي اليمين وادخل في الصنارة وبعد كده احط الخيط اللي على الشمال عليهم وارجع تاني باللفة اول مرة بتعمل معي غرزتين وبعد كده بتعمل معي غرزة واحدة هكرر نفس الخطوة تاني طبعا الخيط اللي عمل اللفات حطيته على شمالي وبكرة الخيط على اليمين هكمل المية وتلاتين غرزة وارجع لكم مرة تانية كده انا اشتغلت المية وتلاتين غرزة دلوقتي هسحب صنارة واحدة من الصنارتين طبعا اخلي بالي اني ما اقعش الغرز من على الصنارة دول كده مية وتلاتين غرزة شايفين الغرز واسعة زي على الصنارة وهشتغلهم بكل سهولة دلوقتي هحدد بدبوسين العلامات دولة غرز المرض اللي هما قلنا عنهم تمن غرز مرض على الطرفين المرضين بيكونوا على الطروف وبعد كده لما هنطبق الشغل هيكونوا في المنتصف بالشكل ده يعني المرضين هيكونوا على الطروف الشغل كل مرض منهم عبارة عن تمن غرز وهضيف كمان غرزة حفق للمرضين يبقى دي غرزة الحفة وبعد كده هعدم بعديها تمن غرز ديت مش بتتحسب في الحسابات خالص اتنين اربعة ستة تمانية حط دبوس العلامات الاول وفي الاخر برضو هسيب غرزة الحفة الاخيرة واتنين اربعة ستة تمانية حط دبوس العلامات التاني بالشكل ده كده طبعا الغرزة اللي هشتغالها في المرض ده غير الغرزة اللي هنشتغالها البلسية بتاع البلوفر غرزة المرض هي تكرار لسطرين طبعا الغرزة الاولى مش بشتغالها خالص بنقلها على طول اما الغرزة الاخيرة اللي هي غرزة الحفة بحددها مثلا هشتغلها عيدل على طول يبقى هشتغلها عيدل على طول. اخر غرزة في السطرة على طول عيدل. واول غرزة في السطرة على طول بنقلها. يبقى بنقل غرزة المرد والنقل يكون بنفس الشكل كده. بعد كده هبدأ اشتغل غرز المرد. غرز المرد عبارة عن غرزة عيدل. وغرزة مقلوب. ده السطر الاول. المرد عبارة عن تكرار سطرين. السطر الاول فيهم غرزة عيدل وغرزة مقلوب. غرزة مقلوب. غرزة عيدل. مقلوب. عيدل. مقلوب. اخر غرزة في المرد اللي هي من ناحية الشغل كانت مقلوب. فلما ابدأ المرد التاني هبدأ بمقلوب مش هبدأ بعيدل. يبقى السطر الاول غرزة عيدل هو غرزة مقلوب. بنقل دبوس العلامات الجزء اللي بين الدبوسين اللي هو بيمثل بقى جسم البلوفر نفسه عبارة عن اتنين عيدل هو واحدة مقلوب. هشتغل اتنين عيدل واحدة مقلوب لحد ما وصل للدبوس الاصفر. ده شكل الغرز اتنين عيدل واحدة مقلوب اتنين عيدل واحدة مقلوب. اشتغلت اتنين عيدل واحدة مقلوب لحد الدبوس الاصفر. بعد كده هنقل الدبوس الاصفر وابدأ اشتغل المرد على الجنب التاني او المرد التاني. زي ما قلتلكم انا بدأت من على الطرف واحد عيدل واحد مقلوب فانتهى اخي غرزة من ناحية غرز البلوفر كانت مقلوب فهبدأ هنا مقلوب. بحيس ان شكل المرد على الطرفين يكونوا شكل بعض. انا بدأت من هنا عيدل. فبرضو عايزة العيدل يكون هنا يبقى عيدل. دي غرزة الحفة. بعديها عيدل مقلوب عيدل مقلوب عيدل مقلوب عيدل مقلوب يبقى اول غرزة هشتغلها دلوقتي هتبقى مقلوب. عيدل. مقلوب عيدل مقلوب وعيدل وبالنسبة لغرزة الحفة على طول بشتغلها عيدل. بالنسبة للسطر التاني فغرز المرد بتتشغل بطريقة مختلفة عن السطر الاول. يعني التمن غرز دول هنشتغلهم بطريقة مختلفة عن السطر الاول في المرد. باشتغل الغرزة المقلوب والغرزة العيدل بنقلها والخيط للخلف. اول غرزة دي غرزة الحفة بنقلها بالشكل ده كده. وبعد كده اول غرزة دي مقلوب فباشتغلها. الغرزة اللي بعديها عيدل فبرجع الخيط للخلف. وبنقلها. اجيب الخيط لقدام اشتغل الغرزة المقلوب. وارجعه الوراء وانقل الغرزة العيدل. يبقى انا بشتغل الغرزة المقلوب والغرزة العيدل بنقلها والخيط للخلف. بالشكل ده كده. الغرزة العيدل بنقلها. مش بشتغلها. هنقل دبوس العلامات. بالنسبة بقى الغرز اللي هي في النص. فانا بشتغل زي وضع الغرزة على الايبرة. يعني ايه? يعني فوق العيد العيدل وفوق المقلوب مقلوب. الغرزة دي بيني عندي اهيه انها مقلوب فهشتغل فوقيها مقلوب. والغرزة دي عيدل هشتغل فوقيها عيدل. غرزتين مقلوب. وغرزة عيدل. انا بشتغل زي ما بشوف الغرزة. بشوفها عيدل اشتغلها عيدل. بشوفها مقلوب اشتغلها مقلوب. وبكمل كده الحياة دبوس العلامات التاني. هكمله وارجعلك عشان نشتغل مع بعض المراد في الجنب التاني. طبعا تسطر بينتين معي بغرزتين مقلوب. وبعد كده هرجع اشتغل المراد. كده انا وصلت لدبوس العلامات. هنقل دبوس العلامات وهبدأ اشتغل غرز المراد على الجنب التاني. دي غرزة عيدل فانا بنقلها والخيط للخلف. برجع الخيط للخلف وانقل لغرزة العيدل. واشتغل لغرزة المقلوب. انقل العيدل والخيط للخلف واشتغل المقلوب. وطبعا غرزة الحفة باشتغلها على طول عيدل. هكرر بقى نفس السطرين دول. مرتين كمان. عشان يكون عندي ستة سطور. وبعد كده هنبدأ مع بعض نشتغل العروة وهشوف ازاي هشتغل العروة معيكم. فانا هشتغل نفس السطرين دول كمان مرتين. يبقى عدد سطور ستة. وبعد كده هشتغل معيكم العروة. انا كده اشتغلت ست سطور اللي قلتلكوا عليهم وبعد ست سطور هنبدأ نشتغل مع بعض العروة بتاعة الزرار. طبعا انا ما جبتش الزرار لسه لما اشتغل العروة باخد البلوفر قائس عليه الزرار قبل ما اشتريه. طبعا دي غرزة الحفة. اما بالنسبة للعروة فبعملها في منتصف غرز المرض. يعني بسيب الغرزة الاولى وبعد كده بشتغل اربع غرز وبسيب بعد العروة اربع غرز. بالنسبة لطريقة شغل العروة فانا بشتغل على الخمس غرز الاولينين دول تلات سطور من غير ما كمل بقيت السطر. هنشوف ازاي هنشتغل العروة بتاعتنا. بنقل الغرزة الاولى دي غرزة الحفة. وبعد كده بشتغل زي اتجاه السطر. السطر دوت اه اللي هو وش الشغل بشتغل غرزة عادل وغرزة مقلوب في غرز المرض. يبقى هشتغل اول اربع غرز بس. اللي هو نص غرز المرض غرزة عادل وغرزة مقلوب. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. يبقى انا اشتغلت كده نص غرز المرض سطر واحد. هلف تاني. هشتغلهم مرة تانية بنفس طريقة الضهر. الضهر كان عاملت زي بنقل الغرزة العادل والخيط للخلف. واشتغل الغرزة المقلوب. ده السطر التاني على اول اربع غرز في المرض. بنقل العادل واشتغل المقلوب. وغرزة الحفة على طول بشتغلها عادل. كده انا اشتغلت السطر التاني على اول اربع غرز. هلف الشغل. وهشتغل السطر التالت على اول اربع غرز. بنقل الغرزة الاولى. وبعد كده بشتغل غرزة عادل وغرزة مقلوب. اللي هو اتجاه السطر العادل. او اتجاه وش الشغل. او طريقة وش الشغل. وغرزة مقلوب. يبقى انا كده اشتغلت على دول تلت سطور. على اول اربع غرز في المرض تلت سطور. طيب هشتغل بقى تلت سطور على الجنب التاني. هعمل ايه? هعمل لفتين الاول. بعد كده هشتغل الاتجاه بتاع السطر غرزة عادل وغرزة مقلوب. وغرزة مقلوب. غرزة عادل وغرزة مقلوب مرة تانية. يبقى انا اشتغلت هنا كده سطر واحد وهكمل بقية السطر برضو لحد نهاية السطر. هشتغل اتنين عادل واحدة مقلوب لحد الدبوس الاصفر. والجزء بتاع المرض ده واحدة مقلوب واحدة عادل. وفي الظهر بشتغل المقلوب وبنقل العادل وبعد كده هنا بشتغل فوق المقلوب مقلوب وفوق العادل عادل لحد ماوصل للدبوس الاخضر مرة تانية. هشتغل الجزء ده وهرجع لكم مرة تانية عشان نبقى اشتغلنا السطر التانية. كده انا وصلت للدبوس الاخضر. بقى لي في السطر التاني الجزء دوت بتاع المرض. طب ظهر المرض كنا بنعمل فيه ايه? بننقل الغرزة العادل والخط للخلف وبنشتغل الغرزة المقلوب. بننقل العادل وبنشتغل المقلوب. الغرزة المقلوب اللي هي الرابعة بشتغلها مع لفة من اللفتين اللي انا عملتهم. في نص آآ المرض. بيفضل عندي لفة واحدة. هشتغلها مع السطر التالت. طبعا انا اشتغلت سطرين وهشتغل السطر التالت. غرز المرض غرزة عيدة لغرزة مقلوب. هكمل الجزء ده اتنين عيدة لواحدة مقلوب. وهنا واحدة عيدة لواحدة مقلوب. بنقل دبوس العلامات وبعد كده بكمل السطر بنفس نمط الشغل بتاعي لحد نهاية السطر. كده انا خلصت السطر التالت. يعني اشتغلت على الجنبين تلت سطور. هلف بقى الشغل. والسطر الرابع هشتغله على كل الغرز سوا. لما وصل للغرزة الرابعة في المرض هشتغلها مع اللفة التانية. وبعد كده هكمل الغرز. طبعا العروة تكونت معي اهي وبينت. والسطر الرابع في العروة بيتشغل على كل الغرز مع بعضها. هشتغل زي اتجاه السطر المقلوب. لحد دبوس العلامات وارجع لكم مرة تانية. كده انا اشتغلت آآ السطر المقلوب هنقل دبوس العلامات. وهنا في السطر المقلوب المرض باشتغل بنقل الغرزة العيدل. وباشتغل المقلوب. انقل العيدل والخيط للخلف. واشتغل المقلوب. الغرزة المقلوب دي بقى هشتغلها مع اللفة التانية. بالشكل ده كده. وهكمل بقي السطر بنقل العيدل والخيط للخلف. وباشتغل المقلوب. انقل العيدل والخيط للخلف. واشتغل المقلوب. وغرزة الحفة باشتغلها على طول عيدل. بالشكل ده كده. بتدينا الشكل ده شكل مهندم جدا. بدها الشكل العروة. في المرحلة دي تقدروا تشتريه الزراير خلاص عرفنا وسع العروة قد ايه. لكن ما ينفعش نشتري الزراير من قبل ما نشتغل العروة. لانها هتفرق حتى لو بنشتغلها بنفس الطريقة. بس بخيوط مختلفة. هشتغل بقى انا مسافة تانية في البلسي بتاع البلوفر من تحت. انا كده اشتغلت عشر سطور. هشتغل كمان ست سطور عشان البلسي بتاع البلوفر من تحت يكون ستة عشر سطر. يعني انا اشتغلت الاول ست سطور وبعد كده اربع سطور عروة. يعني اه عشر سطور. وبعد كده هشتغل كمان ست سطور من غرز المرض ومن البلسي اللي بين العالمتين. طبعا بنحافظ على طريقة شغل المرض وعلى طريقة شغل البلسي اللي بين العالمتين. اه لان كل حاجة فيهم مختلفة عن التانية. اه وبشتغل اه ست سطور كمان وهرجع لكم مرة تانية بعد ما يكون خلصت البلسي بتاع البلوفر من تحت. كده انا خلصت اه البلسي بتاع البلوفر. ودلوقتي هنبدأ نشتغل بقى الغرزة الاساسية اللي هنشتغل بيها اه كل البلوفر. اه طبعا مع الحفاظ على اه غرزة المرض وعمل العراوي اه في اه مسافات متساوية. وكمان المرض بتاعنا هيفضل باللون الابيض. انما جسم البلوفر هيتبدل بين اللون الابيض واللون الاسود. هنشوف دلوقتي ازاي هنشتغل اه جسم البلوفر نفسه بغرزة مختلفة. غرزة اه البلوفر هتكون برضو عبارة عن تكرار سطرين زيها زي اه المرض. اه وهنكمل بها كل البلوفر مع تغيير الالوان. هنبدأ نشتغل اه المرض التمن غرز بتوع المرض اه باللون الابيض كل البلوفر وهنبدل اه الخيط اه لما نيجي نشتغل باللون التين. غرز المرض بتشغل اه بين الغرزة الاولى. ده السطر العيدل اللي هو بيبدأ معي بالدبوس الاخدر. بشتغل غرزة عيدل وغرزة مالوة. ده وش البلوفر. وننقل دبوس العلامات. بالنسبة لغرزة البلوفر هي تكرار سطرين. السطر الاول غرزة عيدل وغرزة مالوة. بيحصل فيها تغيير بسيط قوي من السطر التالت. هقول لكم عليه لما يجي معاده. ولكن السطر الاول في الغرزة هو غرزة عيدل وغرزة مالوة. يعني المسافة بين الدبوسين بشتغلها في وش الشغل غرزة عيدل وغرزة مالوة. اشتغل كده خلصت آآ غرزة عيدل وغرزة مقلوب لحد ما وصلت للدبوس العلامات التاني. هنلل دبوس العلامات وهشتغل المرض آآ غرزة مقلوب وغرزة عيدل اللي هو المرض التاني. غرزة مقلوب غرزة عيدل غرزة مقلوب غرزة عيدل Io واشتغلت غرزة الحفة عادل. اه ضهر الشغل المرض بيتشغل بنقل الغرزة الاولى. باشتغل الغرزة المقلوب. وبنقل العيدل والخيط للخلف. اشتغل المقلوب وانقل العيدل والخيط للخلف. هنقل دبوس العلامات. السطر التاني في غرزة البلوفر. بنشتغل الغرزة العيدل. دي غرزة عيدل اهي بنشتغلها. وبعد كده بنعمل لفة. وننقل الغرزة المقلوب. اشتغل الغرزة العيدل. وامل لفة وانقل الغرزة المقلوب. اشتغل العيدل. وامل لفة. انقل المقلوب. واشتغل العيدل. لفة انقل المقلوب. واشتغل العيدل. اشتغل العيدل. هكمل بقى السطر بنفس الطريقة. كده انتهى معي السطر اهو بغرزة مقلوب. عن الدبوس العلمات. ضهر المرض بنقل الغرزة العيدل. واشتغل المقلوب. ركزوا في نقلة الخيط كاته ازاي? وغرزة الحفة باشتغلها عيدل. دول السطرين بتوع غرزة البلوفر هي التكرار ده بس. غرزة بسيطة جدا وسهلة. بس فيه تغيير في السطر الاول هقولكو عليه دلوقتي. كده وش البلوفر. المرض ده غرزة عيدل وغرزة مقلوب. المرض ده غرزة عيدل وغرزة مقلوب. بالنسبة بقى للغرزة بتاعة البلوفر هي هيها بس فيه تغيير بسيط ان احنا بنشتغل لفة مع الغرزة العيدل. يعني بنشتغل غرزة عيدل وغرزة مقلوب بس الغرزة العيدل بنشتغل معاها لفة. اللي هي اللفات اللي احنا عملناها في السطر التاني. عشان كده مظهرتش معينا في اول سطر اشتغلنا في الغرزة. يعني دي كده الغرزة العيدل بشتغل معاها اللفة كأنهم غرزة واحدة عيدل. وغرزة مقلوب. غرزة عيدل مع اللفة. وغرزة مقلوب. غرزة عيدل مع اللفة. وغرزة مقلوب. دي. انا حبيت اشرح لكم التغيير اللي هيبقى في السطر الاول اللي هو بتاع الغرزة العدل وغرزة مقلوب باللون الابيض لاننا المفروض ان انا هغير اللون للون الاسود. آآ فشرحت لكم الطريقة اللي هو نشتغل الغرزة العدل مع اللف اعدل وغرزة مقلوب. يعني غرزة عدل وغرزة مقلوب والغرزة العدل بنشتغل معها لف. اما دلوقتي انا هعمل ايه? هرجع فك الغرز دي تاني. وهبدأ ادخل للون الاسود عشان يمكن التصوير واللون الاسود ما يظهرش قوي. فحبيت اسجل لكم الخطوة ديت باللون الابيض. هرجع كده الغرس تاني. بعد كده برجع الخيط الابيض اللي ورا. وببدأ اشتغل بالخيط الاسود. طبعا الخيط الابيض ده هسيبه عشان اشتغل بيه المرد. وبالنسبة للمرد اللي في الاخر ده هضيف له خيط ابيض تاني عشان اشتغلوا بيه. اما الجزء اللي في النص هو اللي هيبقى اسود. هجيب الخيط الاسود. هدخل هنا كده. اول غرزة عدل. واسحب الخيط. انا مربطش الخيط ولا اي حاجة. هسيب الطرفين احرار كده. وهجيب الخيط لقدام. اشتغل غرزة مقلوب. غرزة عدل مع اللفة. وغرزة مقلوب. كده وصلت لدبوسة العلامات التاني. هبدأ اعمل ايه? هبدأ ادخل فتلة بيضة عشان اشتغل المرد اللي في الجنب التاني برضو باللون الابيض. برضو بنفس الطريقة مش هربط الخيط هنقلل الدبوس العلامات. باشتغل دوة وش الشغل باشتغل غرزة مقلوب. وغرزة عدل. الموضوع بسيط جدا. التركة الوحيدة اللي في الجزء ده هي ازاي ننقل الخيط بين الابيض والاسود. واحنا بنشتغل سطور بعد كده يعني. نقل الخيط هو اللي هيدي المزبوط والشكل الصحيح. لو نقلناه بشكل عشوائي او بطريقة ملغبطة. مش هيدينا شكل مهندم ابدا. طبعا هوريكو ازاي للوقتي هننقل الخيط. اخر غرزة باشتغلها عدل. تمام? ده وش الشغل. هالف كده. وهشتغل المرض اللي هو ضهر المرض. غرزة الاولى بنقلها. وباشتغل الغرزة المقلوب. والغرزة العدل بنقلها والخيط للخلف. اشتغل المقلوب. والعدل بنقلها والخيط للخلف. في البداية كده احنا بنشتغل نبقى مركزين لانه تقريبا غرز المرض عكس غرز غير الجزء الاسود. يعني في غرز المرض احنا بنشتغل غرزة المقلوب وننقل العدل. اما في الجزء الاسود بنشتغل العدل وننقل المقلوب. يعني فيها عكس فممكن نتلغبط. بصوا بقى نقل الخيط بيكون في ضهر الشغل. يعني ده ده دهر البلوفر. فبجيب الطرفين عشان ابدل بين الخيط الابيض والاسود اجيبه على ضهر البلوفر. ايا كان انا كنت فين? سواء باشتغل السطر العدل او السطر المقلوب. لو انا باشتغل السطر العدل برجحهم ورا. لو باشتغل السطر المقلوب زي دلوقتي بجيبهم الاتنين قدامي كده. وابدل الخيط. بابدله ازاي بقى الخيط اللي انا لس هشتغل بيه? يعني انا هشتغل اسود دلوقتي بحطه تحت. بما اني هشتغل الاسود بحطه تحت الخيط اللي انا خلصت بيه. وباشتغل. غرزة عدل. لفة. وانقل المقلوب. غرزة عدل. لفة وانقل المقلوب. غرزة عدل. لفة. وانقل المقلوب. هشتغل حد دبوسة العلامات التاني. كده. بقيه لاخر غرزة هعمل لفة. وانقل الغرزة المقلوب. المفروض الخيط فين الخيط? في الخلف مش في الامام يا جماعة عشان تبقوا مركزين في النقطة دي. لو في الامام يبقى احنا كده مش عاملين لفة. احنا مجرد نقلنا الخيط. فالخيط عندي دلوقتي في الخلف. هنا. عشان كده لما حب ابدله لازم ادي لفة كده على السنورة. اجيبه هنا. تمام? انا دلوقتي هشتغل بالخيط الابيض. فاعدي الخيط الابيض تحت الخيط الاسود. دول الطرفين اهو. هحط الخيط الابيض اللي انا لسه هشتغل به من تحت الخيط اللي انا خلصت به شغل. هجيبه بقى للخلف عشان اول غرزة هنقلها غرزة عيدل هنقلها. فلازم الخيط يكون للخلف. وبعد كده اجيبه الامام. واشتغل الغرزة المقلوب. ارجعه للخلف واشتغل الغرزة المقلوب. وآخر غرزة غرزة الحفة باشتغلها على طول عيدل. تمام? يبقى احنا كده عرفنا ان ننقل الخيط ازاي? واحنا في ضهر الشغل. طب ده وش الشغل هنتعرف ازاي برضو? هننقل الخيط ازاي? هشتغل غرزة المرض بنقل الغرزة الاولى. احنا على وش الشغل غرزة عيدل وغرزة مقلوب. هنقل دبوس العلامات. هجيب الخيط فين بقى? هودي الخيط في ضهر الشغل. ده وش الشغل اهو. والضهر ورا فبرجع الخيط لورا عشان انا بدله ورا. الخيط بيتبدل في ضهر الشغل مش في وش الشغل. هرجعه ورا كده. هعدي الخيط اللي انا لسه هشتغل بيه اللي هو الاسود ده من تحت الخيط الابيض. لو عايز اجيبه الامام بقى اجيبه ولكن انا دلوقتي يشتغل عيدل فالخيط اصلا هيبقى في الخلف. يبقى الخيط الاسود هو يعدي تحت الخيط الابيض. وهبدأ اشتغل غرزة عيدل مع اللفة. يفضل ان انا وانا بنقل الخيط اشد اجمد اه اضايق الغرز عشان ما تبقاش فيه وسعة في الغرز في المكان ده. الغرزة الاقدم هوية لاني مشربتها طرف الخيط بتاع البداية. طبعا لما ثبتها الغرز دي هتتعدل ما فيهاش مشكلة. اجيبه الامام واشتغل غرزة مقلوب. غرزة عيدل مع اللفة. وغرزة مقلوب. غرزة عيدل مع اللفة. وغرزة مقلوب. بكمل بقى بنفس الطريقة. بنفس طريقة تبديل الخيط في كل سطر بشتغله. هشتغل لحد ما وصل للدبوس الاصفر. وبعد كده هبدل الخيط. مع الخيط الابيض عشان اشتغل المرد بتاعي الجزء التاني. او المرد اللي هو الناحية التانية. برضو بعدي الخيط الابيض من تحت الاسود لاني هشتغل الابيض. يعني الخيط اللي هشتغل بيه اقعديه تحته. او هو اللي يكون من تحت. هشتغل بقى كده اا اقرر نفس السطرين باللون الاسود. طبعا اا لما يجي مكان العروة التانية هنبدأ نشتغلها. بعد ازاي بس يغل من اول سطر كده واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. انا عايزة يكون الغرز دي اتنين وعشرين غرزة. عشان ابدأ اعمل العروة التانية. آآ طبعا العروة التانية هتي واحنا بنشتغل لسه في اللون الاسود. آآ فلما وصل لها هنبدأ نشتغل مع بعض. العروة التانية وهواريكو اشتغلت قدية من الخيط الاسود وشكل التداخل بين الخيط الاسود والخيط الابيض في منطقة نقل الخيط. كده انا اشتغلت لحد ما وصلت للمكان اللي هعمل فيه العروة التانية. بصوا شكل تداخل بين الابيض والاسود. في وش الشوال. وده في الجنب التاني. بصوا بقى الظهر عامل ازاي? شفوا نقل الخيط بيعمل ايه? الشكل دوت. طب ايه حنا بننقل الخيط في وش الشغل. آآ هيدينا الخط ده آآ في وش الشغل. او لو بننقله مرة في الوش ومرة في الظهر هيبقى فيه شكل مش مزبوط خالص آآ بتداخل الابيض مع الاسود. عشان كده آآ نقل الخيط دي خطوة مهمة جدا ولازم نبقى عارفينها وفاهمنا كويس اوي. بعد كده بصوا بعد آآ بسيب العروة دي او الغرزة دي وبعد من بعديها اتنين وعشرين سطر عشان ابدأ اعمل العروة التانية. كده اتنين وعشرين يبقى آآ ده المكان اللي هبدأ فيه العروة التانية. لو انتو بتشتغلوا بلوفر كبير شوية ممكن آآ تزودوها اللي سبعة وعشرين سطر بدل اتنين وعشرين سطر. هشتغل غرز المرد غرزة عيدل وغرزة مقلوب. اشتغلت كده اربع غرز من غرز المرد. هلف. واشتغل السطر التاني على اول اربع غرز. بنقل الغرزة العيدل والخيط للخلف. واشتغل المقلوب. انقل العيدل. واشتغل المقلوب. واخر غرزة اللي هي غرزة الحفة باشتغلها عيدل. ده كده السطر التاني. السطر التالت. بنقل الغرزة الاولى. وباشتغل غرزة عيدل وغرزة مقلوب. غرزة عيدل وغرزة مقلوب. كده الاربع غرز. اول اربع غرز في المرد اشتغلتهم تلات سطور. تلات سطور. بعد كده لازم اشتغل الجزء ده كله تلات سطور زي وزي اول اربع غرز عشان يبقوا نفس الطول. بعمل اول حاجة. لفتين قبل ما ابدأ اشتغل الجزء التاني. اتنين. بعد كده هبدأ اشتغل بقى. الجزء التاني كله اللي هو نص المرد مع بقية جسم البلوفر. تلات سطور. باشتغل المرد كده غرزة عيدل وغرزة مقلوب. هبدأ الخيط. في الخلف. واشتغل غرزة عيدل مع اللفة غرزة مقلوب. احنا كده في وش الشغل. او على وش البلوفر. وهكمل بقى الثلاث سطور زي ما تعلمنا زي نعمل العروة. وبعد ما خلص العروة هشتغل برضو بالاسود لحد ما خلص قطاع الاسود. كده انا اشتغلت القطاع الاسود. عايزة اوريكو امتى بنوقف شغل باللون الاسود ومبدل تاني للون الابيض. ببدل للون الابيض لما اكون عندي من السبعات دي. السبع دي عبارة عن واحدة سطرين. لما اكون حداشر سبعة من دول. يبقى كده انا خلصت القطاع وهشتغل القطاع باللون المخالف. يعني ده القطاع الاسود. هشتغل بعدي القطاع باللون الابيض. بكمل بقى بالخيط دوت اللي هو عند مرض العراوي. وبقى تاع طرفين الخيط الاسود والابيض التاني بتاع المرض اللي احنا اضفنا له طرف خيط جديد عشان نشتغل بيه. والخيط الابيض ده كمان قصيته. ودي العروة التانية. وبعد كده بابدأ اشتغل بقى بالخيط الابيض لحد نهاية السطر وارجع تاني من غير مابدل اي خيط. بنقل دبوس العلامات وبكمل باللون الابيض. هشتغل قطاع تاني باللون الابيض برضو عبارة عن حداشر وحدة. اللي هي السبعات اللي قلتلكوا عليها بنعدها. بالشكل ده كده بنكمل بقى باللون الابيض آآ بدون تغيير الوان على كل السطر وبرجع برضو بيه على كل السطر. انا بقى برجع اشتغل قطاع تاني باللون الابيض قد القطاع الاسود ده. يعني آآ حداشر واحدة زي ما قلتلكم من دول. باللون الابيض كمان قبل ما نرجع تاني نبدل الخيط لللون الاسود. ودي العروة التانية. طبعا بعد برضو السطور آآ بعد العروة عشان اعرف مكان العروة التالتة هشتغلها فين. فبفضل برضو برائب سطور العراوي عشان ما ما اشتغلش اكتر. وبعدين الاقي ان العروة مكانها عدة. وبكده نكون خلصنا آآ الجزء الاول في البلوفر. آآ والجزء التاني ان شاء الله هنشتغل فيه آآ حردة الوش وحردة آآ الرقابة اللي هي بتاعة الظهر. والجزء التالت ان شاء الله هنشتغل فيه برضو جزء من الحردة والاكمام. اشوفكم ان شاء الله على خير في الجزء التاني. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يشوفوا اكتر كام من الناس. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.